الحجر الأسود الحجر الأسود هو الحجر المثبت في الركن الجنوبي للكعبة على ارتفاع متر وعشر سانط من أرض المطاف وطوله خمسة وعشرون سنتيمتر وعرضه نحو سبعتاشر سنتيمتر وهو مغروس في جدار الكعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق قال رسول الله ما من أحد يدعو الله عند الركن الأسود إلا استجاب الله له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم وهناك روايات تدل على أن الجزء المغروس في الكعبة أبيض منها ما روي عن مجاهد قال نظرت إلى الركن حين نقض بن الزبير البيت فإذا كل شيء منه داخل البيت أبيض فعلم أن الذي سود منه بسبب الخطايا هو الجزء الظاهر منه فقط وروا الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود ثم قال والله لقد علمت أنك لا تضر وتنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنما قال ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجاهل أن استلام الحجر من باب عبادة الأحجار وتعظيمها كما كانت العرب تفعله في الجاهلية فبين عمر أن استلامه اتباع لفعل النبي لا أن الحجر يضر وينفع كما اعتقدته الجاهلية في الأوثان وفي قول عمر إشارة إلى التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع ولو لم تعلم الحكمة وروي أن علي كرم الله وجهه وقال لعمر بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع وإن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الحجر الأسود وله لسان يشهد لمن قبله بالتوحيد فقال عمر لا خير في عيش قوم لست فيهم يا أبا الحسن لا أحيان الله لمعضلة لا يكون فيها ابن أبي طالب وفي رواية أخرى أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن والحمد لله رب العالمين ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمي على شمس الأمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا